إذن قضية المهندس محمد عبد الحفيظة الذي تم ترحيله إلى القاهرة هي التي تشغل الآن بال كل المصير الأحرار في الداخل وفي الخارج هذا الشاب المهندس الصغير السن الذي تم تسليمه والمحكوم بالإعدام الذي يلقى مصيره الآن في مصر صحيح كثير من الاتهامات دكتور مختار للقيادات جماعة أخوان المسلمين الموجودين في إسطنبول يعني اتهامات مباشرة لكم بأنكم ترخيتم في التعامل مع قضية محمد تخذلتم تباطأتم الكثير من الاتهامات فتقل لنا الرواية كانت تحدث معنا قبل قليل بعض الحقوقيين الأفاضل وقالوا بعض الروايات فلتقوا لنا الرواية من قبلكم دكتور مختار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عملنا كله صالحة واجعله الوجيك خالصة ولا تجعل لأحد من خلق نصيبا فيه تحية لأهلنا في مصر تحية للشرفاء القابعين خلف الكطبان تحية للرئيس الشرعي الرئيس محمد مرسي وتحية أيضا لأهالي الشهداء وأهالي المصابين وأهالي المعتقلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يزيل الغمة عن مصرنا الحبيبة ومن ضمن هذه الغمة ما حدث في موضوع أخونا المهندس محمد عبد الحفيز الحقيقة لا يألو الإنقلاب جهدا في أن يحاول أن يتصيد بقدر الإمكان الشباب سواء كان داخل مصر أو خارج مصر وما حدث من تصفيد ثمانية أو سبعة اليوم وكل يوم تقريبا نسمع مثل هذه الأمور هي في حقيقة الأمر هي محاولة لتصفيد هذا الشباب بأي شكل كان سواء عن طريق الإعدامات عن طريق القتل بدم بارد عن طريق الإخفاء القصري عن طريق التغييب خلف الكطبان وهكذا وحاول جهدا من من كتبت له السلامة وخرج إلى خارج البلاد حاول جهدا أن يقوم بمحاولة جلبهم مرة أخرى إلى مصر حدث ذلك مع الدكتور أكرم الشاعر وفشل في السعودية حدث مع الدكتور محمد محسوب وفشل حدث مع المهندس السيد العزبي أكثر مرة مرتين وفشل مرة في أوكرانيا ومرة في ألبانيا وحدث مع الأستاذ أحمد منصور وفشل وحدث مع الأستاذ عبد الرحمن عز وفشل وكذا لكن الحقيقة أن أيضا الأمر الثاني أن السياسة التركية واضحة ضد الإنقلاب العسكري في مصر ولا تتعامل مع الإنقلاب العسكري وبالعكس هي تستقبل ضيوفها وتعتبرهم مهاجرين إليها في هذا البلد الكريم وتكتهد أن توفر لهم الحماية بقدر الإمكان بشرط أن يتوافقوا مع الشروط القانونية في دخول وخروج البلد والحقيقة أيضا أن هناك عشرات الحالات تأتي إسبوعيا للظروف معينة مثلا في خروجها لا تستطيع أن تحصل على تأشيرها بشكل مباشر من السفارة أو غيرها ولكنها في النهاية السلطات تتعاون معنا بشكل جيد جدا وتدخل هؤلاء لكن هذا إذا وصل إلى علمنا أما إذا لم يصل إلى علمنا فهذا يعني لا نسأل عنه وفي نفس الوقت عند حدثنا مع السلطات حول هذه الحادثة يعني أرجع الأمر إلى أحد الضباط للأسف الشريف في المطار من البداية هل كان عندكم علم بأنه محمد الحفيظ جيد جيد إسطنبول طلاقا لا نعلم شيء الأسف الشديد عن هذا الشاب ولا عن ظروفه إلا بعد أن تم ترحيله بالفعل يعني هو جاء يوم 16 آطى مقدشي القاهرة ترانزيت إسطنبول واتفق مع بعض الشباب الذين يعرفهم هنا في أنهم يحاولوا يساعدوه في الدخول دون معرفة منا على الإطلاق لهذا الأمر إطلاقا يعني في يوم 17 بعدما لم يتقدم إلا في يوم 17 الصبح فتقدم للجوازات مر الأمر كما يريد ثم فوجي بأنهم ينادوا عليه مرة أخرى وألغولوا هذه التأشيرة وألغولوا أن هذا الأمر سنعرضه على أنقرة عرضوا على أنقرة ولكن ضبط اللي عرض عرض عام لم يعرض حالة المهندس محمد بما فيها وما عليها وإنما عرض الأسف الشديد عرض مبتور بشكل أدى إلى أن أنقرة ترفض هذا أيضا دون علمنا ودون أن نعرف ثم تم كما يقولون يعني رواية الأتراك أنهم عرضوا عليه أنه يروح مقدشي فقال لا أنا عايز أفضل هنا فقالوا له خلاص يبقى هتروح القاهرة في الأول لم يبدي أي اعتراض ثم بعد ذلك اعترد وقال لا أنا مش عايز أروح القاهرة أنا عايز أروح أي مكان تاني لم يمكنوه من ذلك وحملوه إلى الطيارة في الساعة الوحيدة صباحا يوم 18 يعني 17 بالليل هذا كله ولا نعلم شيء هذا كله ولا نعرف أي شيء في المقابل هناك بعض الشباب يقول بأنه تم التواصل مع بعض القيادات الموجودة في نفس اليوم وعرضوا بعض الرسائل ربما مع أحد الأخوة لكن أنا أتحدث عن الأخوان وليس عن أشخاص أخرى قالوا مع قيادات من الأخوان هناك من قال بأنه تم الحديث مع حضرتك شخصيا لا 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 لم يتحدث معي أحد إلا يوم 22 22 يناير يعني بعد تسفيره بأربعة أيام كاملة وسألوا وقالوا أننا بنظن أنه في قسم شرطة المطار فقالنا أرسلت إليهم تليفون شخص في مكتب المحامي الذي نتعامل معه لحيث أنه هو يذهب ويسأل عنه ذهب وسأل بالفعل تاني يوم ليس موجودا بقسم شرطة المطار فبدأنا نسأل السلطات السلطات الهجرة هنا ما هي الحكاية للأسف الشديد مرة واثنين وثلاثة وعشرة ردوا في نهاية الشهر بأنه بالفعل تم ترحيله إلى القاهرة في هذه الأولنة كانت الأقويل كثيرة لا راح القاهرة ما راحش القاهرة لا نعرف لا نستطيع أن نجزب إذا كان بالفعل ذهب القاهرة أم لا نعم فلما تأكد لنا أصدرنا بيان بهذا بما حدث بالضبط بأنه في يوم 16 حصل كذا 17 حصل كذا 18 حكس كذا و22 تم التواصل معنا بالشكل الفناني وعملنا كذا إلى آخره بمجرد علمكم دكتور مختار كنت تعرفون أنه أنه محمد عبد الحفيظ من جماعة الإخوان المسلمين هو الأخونا محمد عبد الحفيظ يعني لا أستطيع أن أنفي أو لا أنفي مسألة أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أحنا في جماعة رابعة نخدم الجميع سواء إخوان جماعة جهاد مصري عادي حتى الآن لم تتأكدوا إخوان أولاد لا 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 أنا بقول لحضرك أنا لا أسأل هذا من الشخص من الإخوان أم لا لكن عرفت أنه اللي اتصل قال أنه عليه أحكام بالإعدام طبعاً لا عليه أحكام بالإعدام ده بيبقى يا من شباب الثورة يا من الإخوان يا من غيرها دون سؤال يعني لا أنا أسأل إذا كان من الإخوان أو من غير الإخوان هذا لا يعنيني كثيراً لا يعنيني أنه نخدم الشخص اللي عنده مشكلة في المطار أو في أقسام الشرطة أو في الإقامة أو غيرها بتجرد شديد ودون نظر إلى الشخص ده ينتمي لإيه أو ما ينتميش لإيه على الإطلاق فهذا لا يهم على الإطلاق ولا ننظر إليه إطلاق فلذلك لما قالوا قالوا أنه حصل كذا وأنا شك أنه في قسم شرطة المطار فأرسلت لهم فوراً التليفون الخاص بالشخص وبالفعل رح سأل ولكن كما علمنا فيما بعد أنه كان رحل من فترة يعني رحل رحل إلى يوم مساء 17 وهو 18 الساعة واحدة وكسر على الطيارة ذهب إلى القاهرة بس باختصار يعني الحقيقة طبعاً هذا لا يعفي تحدثنا بشكل يعني واضح مع السلطات التركية في هذا الشأن وقالوا أن هذا مخالف للسياسة التركية وإنما حدث من خطأ من أحد الضباط بأنه لم يعرض الحالة كما ينبغي فكانت الرد عليه بالرفض لهذا السبب لكن لو نعلم ولو علمنا أن شخص معرض للإعدام أو للحبس حتى كان ممكن أنه يكون الرد بشكل مختلف على هذا الضابط للأسف الشديد من التحمل يعني ما حدث بشكل كبير يعني هذا التصرف فردي من ضابط وليس توجه لا ليس توجه وليس توجه لا ليس توجه بدليل أن هم أسبوعين بيدخلوا عشرات الحالات بنفس الطريقة مشابهة يعني قريبة أو مشابهة لهذا الغم طيب دكتور مختار يعني معذرة في ذلك لأنه كمان هناك اتهامات لكم بأنكم يعني غير مهتمون مهتمين غير مهتمين بالشباب عمتا الموجودين لا في تركيا ولا في السودان ولا في أي مكان وبالتالي يعني كيف جاء هذا الرجل إلى تركيا ولا تعلمون من البداية من الذي يتابعه هناك هو كان في الصومال ما كانش هنا هو جاي من مقدش يعني فهذا يسأل عنه الصومال زي الصومال ما تنسقش بهذه الكيفية طبعا هذا أمر خطأ اللي بينسق قبلها بفترة أو في وقتها أو حتى في يومها هو بيقول يا جماعة الوضع كذا وأنا كذا فهبقول له والله لو حتى قالوا لك كابتار ما تركبش أقول لهم أنا مستني كلام من أنقرة القرى لم تخزلنا في في الحالات هل في أي إجراء فيما يتعلق بعض رحمان أبو العلا عبد رحمان أبو العلا عبد رحمان أبو العلا محتجز في مكان في غازع انتاب حاليا وهو تكلمني النهاردة تكلم الأستاذ عطي أبو العلا قريبه و فقدهوا للتليفون فكلمته فقال لأنه هو يعني إن شاء الله يعني أخذ كلام من رئيسة المكان بأنه هو في الغالب إن شاء الله ممكن يروح بكرة لكنه بعد ما أنا مشيت بساعات اتصلت تاني بالأستاذ عطي وقال له يعني أنا خايف ليكون ده نوع من من الخداع لا يكونوا بتاع وهكذا فإحنا بلغنا السلطات الحقيقة بلغنا السلطات سواء كان عن طريق المحامي أو عن طريق بعض الأجهزة أو حتى بعض السياسيين للتواصل مع وزارة الداخلية وغيرها احتياطا خوفا من تكرار الأمر أن الضابط برضو يكون يعني بيعمل ضد العدالة والتنمية أو غيره أو عايز يعري الحكومة فيقوم عامل حركة زي لكن ليس هناك أو عود بأنه لن يتكرر إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله ذلك وأعتقد أنها حالة فريدة وقدر الله سبحانه وتعالى أنها تمت بهذه الكيفية بأي صورة أين كان المخطئ في هذا لكن الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة ولشبابنا كلهم السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر